موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت بيت عائم يعمل بالطاقة الشمسية ويتصدى للكوارث صممت شركة أمريكية بيت عائما له قدرة كبيرة على مواجهة الكوارث الطبيعية حتى أنه يستطيع الصبود أمام إعصار من الدرجة الرابعة ويعتمد البيت العائم على الطاقة الشمسية كما أنه مزود بنظام هيدرولي لتفادي الغرق ويتميز البيت أيضا بقدرته على تخزين مياه الأمطار وتنقيتها حتى تصبح قابلة للاستعمال إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت الصين تخطط لبناء مركز الشرطة يعمل بالدكاء الصناعي بدلا من البشر تعتزم الصين بناء مركز شرطة يعمل بالدكاء الصناعي وليس البشر في مدينة وهان وساط البلاد وسيتم تصميم المركز الجديد لخدمة الأمور المتعلقة باستخراج رخص القيادة والمركبات حيث يوفر المركز إمكانية إجراء امتحانات القيادة عن طريق المحاكاة وخدمات التسجيل إلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت شهادة ميلاد أمريكا للبيع أعلنت دار مزادات كريستي نيتها بيع خريطة عمرها 510 أعوام يطلق عليها اسم شهادة ميلاد أمريكا في اعتبارها الخريطة التي أعطت العالم الجديد اسمه بعد اكتشافه وتم إنشاء الخريطة طنائية البعد في عام 1507 من رسام الخرائط الألماني مارتين والتسيمويلر إلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنوانت علاج سحري يعيد للخلايا البشرية شبابها اكتشف العلماء طريقة لجعل الخلايا البشرية القديمة أكثر شبابا من خلال تجديدها ما يمكن أن يحدث تغييرا في كيفية تقدم البشر في العمر وقال العلماء إنهم قاموا بإجراء تجربة لتجديد خلايا الشيخوخة عن طريق تفعيل نوعا من الجينات وأظهرت نتائج التجربة أن خلايا الجلد لم تبدو أصغر سنا فقط ولكنها قامت بالعمليات الحيوية مثل الخلايا الأصغر سنا